بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وبشهادة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من محبي فاطمة ومن المتبعين لعترتها الطاهرة وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا نتابع الحديث عن الآيات القرآنية التي تعرضت لبني إسرائيل وسنجد أن هذه الأحاديث هذه الآيات تتضمن الإشارة إلى معاني كبرى على مستوى حراك المجتمعات على مستوى بناء الأمم على مستوى فسقاط الحضارات وبناء غيرها ولذلك اسمحوا لي لفترة أن أبقى أسترسل مع هذه الأحاديث سيما وأننا نعيش في ظرف تتبدى لنا صورة بني إسرائيل كما وسطها القرآن الكريم وأحسب أننا أمام فرصة تاريخية ربما لم تحصل ولن تحصل مثلها بهذه الطريقة وبما يمكن لنا أن نحقق فيها من إنجاز كبير جدا على مستوى حراك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه والتمهيد له في قوله تعالى وهو يصف هؤلاء يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لا شك أن هذه الآية مرت عليكم كثيرا ولكن ما هو هذا الحبل الذي يتحدث عنه الله جل وعلا وما علاقته بهذه الذلة التي اعتبرت خصيصة أساسية من خصائص هؤلاء هؤلاء الذلة لكن يضع استثناء بأن يمكن لهذه المعادلة أن تتغير قليلا أو لبرهة بسبب حبل من الله وبسبب حبل من الناس سيمكن للناس أن يكونوا ضعافاً أمامهم ولكن ماذا بشأن حبل الله جل وعلا من مراد بهذا الوصف لا شك أن حبل الله هنا ليس حبلاً مادياً أو ما إلى ذلك ولكن أشير إليه بعنوانه سنن الله وإرادة الله جل وعلا في طبيعة حراك المجتمع وبالنتيجة لو أن الإنسان قطع بينه وبين الله الحبل الذي أورده الله سبحانه وتعالى للناس برحمته بكرمه بجوده بعفوه وما إلى ذلك يمكن لهذا الحبل أن نفهم منه لطفاً من الله إمداداً من الله دفاعاً من الله مصراً من الله طالما أن الناس عقدوا هذا الحبل بينهم وبين الله جل وعلا إذن لكل الأوصاف ولكل الوعود الإلهية التي وعد بها أهل الإيمان بأن ينصرهم ويمدهم ويلطف بهم ويقفر لهم وما إلى ذلك كلها مرتبطة بعملية وصل هذا الحبل بين الإنسان وبين الله جل وعلا ولذلك ولذلك وصف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رواية بأن كلمة حبل من الناس هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأنه يمثل الإنصياع الكامل لله جل وعلا أما حبل الله الذي نتحدث عنه فهو السنن التأريقية السنن الربانية التي أودعت في حراكات المجتمع فمن أساء فعليها ومن أحسن فلها هذا التعبير الذي يمكن أن نفهمه لأنه سنرى أن الله سبحانه وتعالى حينما وصف هؤلاء الكافرين بأنهم ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله إلا أن يعتمدوا على إجراء السنن التي تؤدي بهم إلى أن يتخلصوا من الذلة وبحبل من الناس الناس حينما يتخلفون عن حبل الله جل وعلا عند إذن ما الذي سيصبح سيصبح لهؤلاء الأذلة أن يتحولوا إلى أعزاء والسن الربانية في حبل من الناس هي الاستدراج هي الاستبدال هي الطرد من رحمة الله جل وعلا وهي كل الوعيد الذي أنذر الله جل وعلا هؤلاء الناس بأنهم لو لم يفوا بعهد الله فإن الله لن يفي لهم بما وعدهم وحين وحينما لا يفي الله جل وعلا بما وعدهم إذن لا بد أن يكلهم إلى أنفسهم وبالنتيجة كل عبارات نسوا الله فنسيهم يستبدل قوما غيركم لا يمدكم وما إلى ذلك كل هذه الآيات المتعلقة بالاستدراج وابتلاء الكافرين وما إلى ذلك متعلقة بهؤلاء الناس الذين يقطعون الصلة بينهم وبين الله جل وعلا والتي عناها بكلمة حبل هذا الحبل إذا ما قطعه الإنسان واتجه إلى سنن أخرى لا علاقة لها بالله جل وعلا إذن عليهم أن يتحملوا أن هؤلاء الأذلاء سوف يكونون هم أعزاء هذه المجامع أعزاء هذه الأمم ولعله الصورة المعاصرة واضحة جدا إذا كان الله سبحانه وتعالى قال بأنه كتب عليهم الظل أينما ثقفوا أين الذل في هذا الموضوع في زماننا هذا متى ما كان هذا الأمر هذه العزة التي وصلوا إليها بماذا وصلوا إليها تارة أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أعطيناكم الاقتصاد وأعطيناكم كثافة سكانية جئنا بهم لفيفة من كل الأسقاع جئنا بهم وأصبح لديكم قدرة وقوة بحيث أصبحتم أكثر نفيرا لكن هل أن هذا الأمر هو من ضمن وعد الله أم من ضمن وعيده الله سبحانه وتعالى ادخر لهؤلاء وعدا وفي هذا الوعد أعطانا صور لما يجب أن نعمل به يعني بادي أذي بادي انتهنانا من تقرأ الآية الكريمة ضربت عليهم الذلة السؤال البديهي الذي يجب أن يسئل المسلم لنفسه إذا كان هؤلاء ضربت عليهم الذلة بأي وسيلة بأي آلية هل هو الشريق بعملية ضرب الذلة على هؤلاء أم ينتظر أن الله جل وعلا ينزل ملائكته ويضرب الذلة عليهم لا شك ولا ريب أن هذا ليس بمنطق القرآن وإنما منطق القرآن القرآن والله سبحانه وتعالى في كتابه أراد من المؤمن أن يشارك الله جل وعلا في أفعاله شوف لما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي لم يكتفي بذلك وإنما أراد من الناس أراد من المؤمنين أن يشاركوا في هذه المهمة هكذا كل قضايا المتعلقة بآيات الله في الأمم الإنسان المؤمن الإنسان القرآني يجب عليه أن يلتفت إلى مسؤوليته في هذا المجال ضربت عليهم الذلة إذن من واجب أن أكون مساهما في تحقيق هذه الذلة من جملة أولئكم الذين يعززون واقع الذلة على هؤلاء هسا بيا طريقة شلون راح نشوف في آية أخرى حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى في قضائه على بني إسرائيل بأنهم سوف يفسدون في الأرض مرتين في المرة الأولى يعالجها بعباد لنا يرسل عليهم عبادا يجوس خلال الديار وما إلى ذلك هذه القصة حصلت وانتهينا منها لكن أكو وعد ثاني فإذا جاء وعد الآخرة الوعد الثاني الوعد الإلهي هذا الوعد لمن أعطي أعطي للمؤمنين هؤلاء سوف أنتقم منهم ولكن بأي طريقة وما هو دور المؤمن هنا في عملية الانتقام الإلهي وفي عملية تحقيق الذل التي أشار إليها القرآن الكريم على رقاب هؤلاء فإذا جاء وعد الآخرة أول عمل رح يصير ليسوء وجوهكم هؤلاء سيفضحونكم سوف يعرون كل الأكاذيب التي اختفيتم وراءها وبالنتيجة يمكن لنا أن نفهم من هذا الكلام أن الأمة يجب في مضمار تحقيقها للذل على هؤلاء يجب أن تمارس كل ما من شأنه أن يعري حقيقة هؤلاء لم يتعامل القرآن مع أمة مع مجتمع بتقريع وبتعنيف وبإذدراء كما تعامل مع بني إسرائيل طبعا الخصوصية مولي بني إسرائيل فقط كل أمة تفسد وتضغى الله ماذا عبر عنها والله لا يحب المفسدين وكون ما يحب المفسدين إذن يجب علينا أن نلحقهم بهذه الأوصاف التي أشير إليها في الآية الكريمة لكن لبني إسرائيل حدت ثلاثة مهمات أساسية حتى تتحقق عملية الذلة الأمر الآول ليسوء وجوهكم سيعرونكم وستكونون من الذين حتى يكرهون النظر إلى وجوههم من كثرة أكاذيبهم خداعهم غدرهم خيانتهم كل هذه الأوصاف متعلقة بهم ومتعلقة بعملية إساءة الوجوه ولك أن تسأل هل أنا شريك بهؤلاء بأعمال هؤلاء أو لا هل أن الواجب يقتضي مني أن أشارك بإساءة هذه الوجوه أو لا لا شك ولا رأيب أن الله جل وعلا حينما قال فإذا جاء وعد الآخرة على المؤمن أن يتساءل ما دوري في هذا الوعد هذا الوعد إلهي لكن الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأمور ماذا قال إن تنصر الله ينصره وعده بالنصر شنو مرتبط بنصرة الإنسان لدين الله جل وعلا ولذلك الوعد الآخر الذي تم التحدث عنه لنا مسؤولية في أن نكون من رجال هذا الوعد من أمة هذا الوعد مو بعنوان الله رح يكتب عليهم الذلة وإحنا علينا أن نستراح نقعد ونرتاح وما أن نشغل إلى أن الله يكتب عليهم الذلة ونخلص من الموضوع لا يجب أن تكون مشاركا واللي يريد يفتخر شنو كان تعبير الحسين عليه السلام لمحمد بن الحنفية قدس الله روح من لحق بنا يعني يتحمل الألم يتحمل المعاناة يتحمل كل الفاجعة اللي رح تصير يستشهد ومن لم يلحق لم يدرك الفتح ما رح يشارك بالنصر ما رح يشارك بالماجد هو يلحق الإمام الحسين عليه السلام لكن بمجرد ما أحس بوجود المخاطر أو بانتفاء الآمال اللي تصوروا أنه رح تجيهم أموال ورح تسقط الدولة بديهم ومع أول خوف انسحبه وتركه والإمام الحسين بالصورة اللي تركوها بهم لذلك هنا في قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ترى هذا يعنيني ويعنيك كمؤمنين مؤمنين بالقرآن الكريم علينا أن نأخذ من هذه الآية مسؤولية في أن نكون من رجال هذا الوعد هؤلاء ما الذي سيفعلون الأول أنهم سيكشفون كل الحقائق المرتبطة بجرائم هؤلاء بإفساد هؤلاء طالما أن القرآن الكريم قال لتفسدن في الأرض ولتعلون علوا ولتعلون علوا كبيرا معناها هذا الإفساد إلى نماذج إلى صور هذه الصور سوف تخفى بس الآن أنت تشوف هاي الجرائم الفضيع اللي جاي يرتكبوها لكن لا زالوا يتشاطرون على هذه الحقائق ويحاولون أن يصورون نفسهم هم المظلومين والآخرين هم الظالمين بيش بأكاذيب بخداع بمكر بتدليس بتحجيم على أي حال هذا الإعلام العالمي اللي الآن يسمى بوسيلة صناعة الكذب ويصرفون على صناعة الكذب عشرات المليارات من الدولارات هذه تخفي حقائق يجب على المؤمن أن يبرز هذه الحقائق يجب أن يكون سهيما شريكا في إبراز هذه الحقائق ومن نعم الله الآن واحدة من المعادلات اللي فرضتها أحداث فلسطين الأخيرة قد يكون الأمر مستغربا لكن سبحان الله هذا البرنامج الصغير اللي اسمه تكتوك قضى على طاحونة إعلام هؤلاء بشكل كبير قبل الناس تنتظر الـ CNN ما تقول Fox News يقول ABC ما تقول بقية قنواتهم السكاي نيوز وما إلى ذلك ما سيقولون ما هو الخبر الذي يعدهم ينتظرون الناس أما اليوم هذا المقطع الفيديو الذي أنت تستجل وأبنك يستجل والزغير يستجل تشبير الذي لا يوجد خبرة ما إلى ذلك بشكل سريع يسجل الحدث يبث الآن هناك فضيحة مدوية في الغرب لأن صورة إسرائيل تكشفت صورة هذا الكيان الغاصب تكشفت بحقيقة مريعة جدا لذلك أقدر أقول لم يحصل في الغرب حالة ردة وحالة غضب كما تحصل الآن في هؤلاء وهم يقولون بأنه إذا قبل كان لنيوز ويك نيويور تايم ما إلى ذلك المجلات اللي ماسك عقلية الرأي العام وعدنا تلفزيونيات الناس بعد ما تباوى الناس تريد الحقيقة بعد ما تريد تلاتر توضع على الحقيقة الآن الحقيقة قاموا يشوفوها بالدقيقة والدقيقتين والثلاثة والأربعة ولذلك عبروا عن هذه اللي أطلق وسراح المقاومين في فلسطين عبروا عن حديث بأنه قنبلة مرتدة فضحة الأول والتالي مع أنها ما تحدثت إلا أنه عاملوني بالحسنة وكانوا رؤوهم بي هم كل هذه الفترة يبينون أنه ذول مقوحوج ذول مختصبين ذول قتل ذول كذا ذول كذا وإذا هذه المرأة تجي بعفوية كاملة تتحدث تقول لا على الجوني تم وب ابن ضاف ما إلى ذلك هذه من جملة عمليات إساءة الوجو طبعا أنت ما تفترض أنه أنت وحيد في هذه القضية لا العالم سيشارك بس أنت كن سببا أنت كن فاعلا في هذه القضية وأنت شايفين نحن ما بين قوسين عدنا مغثلين لا زالوا لحد الآن يصورون يأخذون أخبارهم من السفارات وأبناء السفارات لذلك عدنا بعض الحمقاء من يصيح اللهم ارحم شهداء إسرائيل عدنا بعض المغفلين بعض العملاء بعض المنافقين بعض الجهلة بعض الصدج أشكال وأرناك هؤلاء يجب علينا أن نبادر لكشف الحقاق لا فهذا هذا شنو ليش يقول إذا نحسن الظنبي فما عنده بصيرة ما يفتهم وتدرون وصية سماحة المرجع الدين الأعلى مدة ظلة للمؤمن بأن يوثر البصيرة التي تعرفه بواقع الزمان والمكان توصية السيد القائد الخامنين حفظه الله تعالى أيضا بجهاد التبيين يركز على هذه القضايا افضحوا القضايا بينوا الأمور إلى العالم لأن الحقيقة لديكم طالما أنتم لا تبينون هذه الحقيقة ترجون من لكي يبين هذه الحقيقة وعودا على بدء لذلك كلمة إساءة الوجوه يجب على المؤمن أن يبادر في أن يكون من الآليات ومن العاملين على أن يلحق بهؤلاء كل ما يمكن من كشف الحقائق وتبيان خدعهم وتبيان مكرهم وخيانتهم وما إلى ذلك هذا من جانب هذا العمل الأول العمل الثاني وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة المسجد المسجد الأقصى وليش في الآية الأولى ما تحدث عن المسجد في الوعد الأول ما تحدث عن المسجد تحدث عن القوم لكن هنا سنرى أنه يتحدث عن المسجد بعنوانه الهدف واللي يتعلق بالمسجد من الأمة العقائدية سأكون به من جوز بعض الناس يعتبر هذا من رموز المدينة من رموز البلد ما إلى ذلك يريد يحتفظ بالرمزية مالتا لكن بالنسبة إلى المؤمن من العار عليه أن تكون مساجد الله جل وعلا بعيد الكاثرين ناهيك أن يكون هذا المسجد هو القبلة الثانية للمسلمين وعطفاً القبلة الأولى التي وضعت للمسلمين بناء عليه الله يقول مجرد كشف الحقيقة لا يولد الذلة فقط وإنما يحتاج إلى الأمة العقائدية الأمة التي تبني وجودها سلوكها معنوياتها تبنيها على أساس المعتقد على أساس الجهاد في سبيل الله على أساس الإقبال على الشهادة في سبيل الله عند ذلك تتكون لدينا الأمة التي تنبري لتحرير المسجد والمسجد هنا هو الصورة العقائدية لنصرة الأمة الأمة حينما تريد أن تنصر عقيدتها واحدة من العمليات الكبرى هي هذه القضية أما الأمر الثالث طبعا بالنسبة للأمر الأول يراد بناء الأمة تحصين الأمة عفة كل المعاني التي تشكل قوة للأمة هذه مطلوبة أنا أذكركم كثيرين يتحدثون عن الشعائر من لينا من لينا دائما الحج مكرر ما إلى ذلك وين شفنا الشعائر أثرت ومن أثرت أثرت بوجع كبير جدا على السواتر الشباب ما عندهم ذاتيش الأبعاد الكبيرة لكن يجوي بولاءهم للحسين يهتفون للحسين عليه السلام ويمرحون مع الموت يتلاعبون مع الموت لذلك القيم المعنوية بناءها في المجتمع من أهم الأمور وسبق إلى أنجلت أكثر من مرة أن السلاح لوحده لا يقاتل يعني الآن أنت تجيب سيف ذو الفقار وإمس كبيد سأقول علي بن أبي طالب مثلا قال لا وإنما السلاح بيد القلب الذي يقاتل القلب صاحب الإرادة الذي يكون شجاعا الذي يكون مقداما الذي يكون ثابتا الذي لا يخاف هذا القلب ولذلك يجب أن يبنى هذا القلب بناء على أننا لو جاهدنا هؤلاء ولو أردنا تحقيق مكاسب المعركة مع هؤلاء لابد من أن تتوفر فينا هذه المعاني وكم هو لطيف أن تجد أن بعضا من الفلسطينيين يهددون بأنكم ستقصفون وهو يبقى ويقول أقبل بأن أقصف ولكن لا أستجيب لهؤلاء هذه المعاني من الأمور الكبرى التي يريدها الإسلام لنا والتي يريدها لنا إمامنا صلوات الله وسلام معه لأنه حينما يهددك الكافر يهددك المنافق يهددك بماذا شنو القوة اللي عنده أنا قلت لك ما دام أنت عندك مبدأ الشهادة مبدأ أنك حينما تذهب مظلوما إلى الله جل وعلا ما الذي سيحصل أنك سوف ترزق الشهادة وهذه مكافأة كبرى تعلمنا على أهمية هذه المعاني بعد ذلك العدو شي يقدر يسوي قتل 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 شون رح يستأصلون مثلا كل الدنيا ما يقدرون الآن في عتوهم الشديد أنا أعتقد وضعوا على أعناقهم أغلالا كبرى مع الأيام رح تشوفون شنو اللي رح يصير في طبيعة ما يحصل الآن صحيح إجرام هائل جدا بنايات تقع على أو تقصف على رؤوسي الآمنين فيها أطفال نساء كبار ما إلى ذلك سورة مؤلمة للغاية لكن لا يحسب أن هؤلاء بأن في هذا عزة لهم والله سيحقق هذا الأمر ذلة كبيرة كما حصل مع الحسين عليه السلام حينما حقق ذلة بني أمية وكل الحكام نتيجة المظلومية الشديدة هؤلاء أيضا سيفعلون فعله طبعا لا مقايسة ولكن من يسير على دربه الرضا بقضاء الله وبقدره الرضا بالوقوف أمام الكافر حتى وإن كان الكافر موغلا في وحشيته وفي دنائته لا يولون الأدبار الأمر الثالث اللي تشير إلى الآية الكريمة ويتبروا ما وليتبروا ما علوا تتبيرا يعني شنوب يا طريقة هذا هم يجب أن نسأل هؤلاء الجند مين رح يجون شلون يصيرون بهاي الطريقة شلون صعدهم هذه القدرة لكي يتبروا ما علوا تتبيرا تتبيرا شنو كان تعبير القرآن عن علوهم ولتعلون علوا كبيرا رح يكون لكم قيادة كبرى اقتدار كبير جدا بالمقابل من يريد أن يطيح بهذا العلو وهذا الاستكبار عليه أن يؤمن البديل عليه أن يؤمن الوسيلة عليها أن يؤمن الآلية التي من شأنها أن تطيح باستكبار هؤلاء وبغطرستهم بأي طريقة يجب أن يكون المؤمن مقتدرا يجب أن يكون أن تكون الأمة المؤمنة فيها من القدرة والمنعة بحيث لا يستطيع هذا الكافر أن ينال منها نيلة لإذلال نعم أنتم تألمون الآخر هم يألم لكنكم أنتم كمؤمنين ترجون من الله ما لا يرجو أنتم ترجون من الله النصرة الدفاع اللطف الإمداد هؤلاء لا مولا لهم أنتم وليكم الله أما الكافرين لا مولا لهم كل اللي عدهم فتشيء من الاعتماد على القوة وما إلى ذلك أحتيكم قصة قبل يومين صارت هذه الغطرسة الكبيرة جدا في قبالها لو أن ثلة من المؤمنين أعدوا لهم العدة جابوا قبل يومين لواء مدرع لواء مدرع يعني عدات كبيرة من الدروع وقرروا أن يقتحمون في مسار غزة ويخلوها بالبداية مخفية بعد ذلك إذا حققوا نجاح يقولون اقتحمنا هستهم طالعين من الحاجز الصهيوني يعني بعدهم هستهم هم فاتحين الخط نحن ما نسميه بكسر الخط والتقدم إلى الأمام أول ما دخلوا انفجرت بهم قنبلة يفترض بالدروع ليس يخاف منها الإسوالف يعني محصن هو قاعد في عبارة عن غرفة من الحديد السميق جدا لكن الصور حقيقة وصور خاصة يعني الصور تركه ودباباته والشرد ما إله مثل وقاعد في درع ويفترض أن يقعد في درع أمان إلى أكثر لكن مع كل ذلك عافوا الدبابات عافوا البلدوزرات خلال عشرة دقائق انتهت القضية عود طلع هذا القذر نتنياهو وقال احنا سوينا تجربة ردنا أن نستكشف العدو شنوب يا طريق المداخل المخارج ورجعوا خائبين جدا هؤلاء ضعاف واعتقدوا الصورة شفتوها بعد يعني ترى مودي القوة الكبيرة اللي راحت وقاتلت هؤلاء لكن المقابل ضعيف جدا ومخذول جدا لكن حينما تتجه في أن تكون من رجال الوعد الآخر الذي وعدنا به الله جل وعلا يجب أن تكون متقنا لعملية الانتقام من هؤلاء الله هنا جاء يقول شوفوا الوصف وصف قاسي للغاية ويتبر ما يعني يستأصلون كل شيء يرتبط بك يدمرون كل شيء هذه عملية التدمير والاستعصال ما تجي بالقوترة ما تجي كيفما اتفق ما تجي بصورة اعتباطية والله ننتظر حتى يجوون هؤلاء ويدمرون لأول وتعالي وإنما يراد التدريب الإعداد التسليح المعرفة بكل واقع الزمان والمكان وفي ذاك الوقت يمكن أن تقاد عملية القضاء على هؤلاء الله وعدنا بأنه في الوعد الآخر يعني احنا موعودين بنهاية هؤلاء لكن الشوكة هذا مشغلنا شغلنا اللي احنا مطالبين به أن نوفر ما أراده الله سبحانه وتعالى منه أن نوفر الجهاد من أجل تبيين حقائق هؤلاء ذلة هؤلاء أن نلحق بهم إذلالا بأي طريقة كانت في إبراز سوء وجوههم والأمر الآخر هو أن تبنى أمة عقائدية ومن نعم الله سبحانه وتعالى أشوف الله بتعبير الإمام زين العابدين صلوات الله وسلام عليه يقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمق أو تعبير اللهم اجعل هلاكهم في تدبيرهم إجد وإجد أجد أجد تغلوا على شبابنا شباب البلاد الإسلامية في أن يتحللون من المبادئ في أن يعيشون حالة اللاء أبالية حالة التهتك الجنسي التهتك الاجتماعي ما إلى ذلك يتركون دينهم وما إلى ذلك أجد تغلوا علينا في هذه القضية عشرات السنين كانوا يشتغلون على هذا الأمر وياهم طاحونة إعلام هائلة وياهم خبراء باحثين معاهد تخطط لكيفية الإطاحة بشبابنا حتى شيصي الأمة اللي ما بها شباب معتقد يمكن إلها أن تغزى بمنتهى السؤولة يمكن أن تنتهي في لحظات الشيء اللي صار اللي دبر وراءنا رجع عليهم الآن الشباب مصدرون الإلحاد وصدرون الإباحية من نعم الله مجتمعنا بحصانات كبرى فالصراحة بعض الشباب نحرف وما إلى ذلك يصير هذا لكن كأمة يمكن أن نقول حقيقة أمة نعتز بها لا زالت متماسكة لا زالت تعرف الحق ومستعدة لنصرة الحق ورأنا صورة الحشد مع اللحظات الأولى من الفتية المباركة كيف كانت هذه الأمة ملبية لو ملبية ملبية بإزعاج المباركة وإنما كان الجيش محتار كيف يستقبل ذلك وإنما يهيئهم بيات طريقة رحمة الله على الحاج أبو مهدي والحاج قاسم لو لا تداركهم لهذه الأمور وإعدادهم للأمور بطريقة وإلا كانت لدينا مشكلة كبيرة وقسم من هؤلاء لا زال مساكين يعانون من نفس هناك مشكلة لأن يبقوا بلا رواتب محسوبين على الجيش والجيش لا يحسب هم على روح إلى آقار لكن الغرض هنا الشباب الصهيوني الآن لقوا في الإلحاق لقوا في المثلية الجنسية بعد لا يستعد يقاتل عليهم يقاتل لكن قبل عندهم متدينيهم اللي يسموهم متدينين وذاك عد عقيدة يقاتل من أجله لكن هذا ما عنده عقيدة ما عنده شيء يقاتل من أجله هو جايهم من تلفات الدنيا جامعيهم من الدول ففي ذاك الوقت الآن ما عندهم جيش يقاتل لن لن شوف هذه العربة الكبيرة اللي يحاولون أن يقولون جيش الدفاع وما إلى ذلك جيش الهزيمة حقيقة لا تحدث مبالغات أتحدث عن واقع عرفة تماما لذلك هم البلاء اللي حاولوا أن يسلطون عليه ارتد عليهم قبل أيام صورة لطيفة أو مقطع لطيف لتدرون حتى تكون واضح عدكم كل إنسان عدهم بمجرد ما يبلغ والسن القانوني يجب أن يكون في جيش الدفاع مالتهم إذا ترون نساء واقفة تقاتل فذلك معدهم لا رجال ويجب أن يكون مقاتل ولذلك هنا خوص هذا الجيش من مشكل بنات هنا جنديات وقعدا بنات نساء الفنوى إذا واحدة هي وإسلاح وبالك بالك فدعا كبوت صغير صاير على الحداء مالتهم قلبت الدنيا وتمرغ بالتراب أدروا يا عنك بوت صغيرة تريدون تقاتلون أم معتقدة تريدون توقفون أمام هؤلاء إذا إذا درعم نشارك 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 في فعله وفي إرادته أو أن نكون من الذين يطردون وإن تتولوا يستبدل غيركم وهذه إلى حديث آخر إن شاء الله تعالى والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا